بداية أن شيخ سعد ونحن في أول أيام التشريق وهي الأيام ثلاثة بعد يوم النحر الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر لو تحدثنا عن أعمال الحاج في أول أيام التشريق الحمد لله والصلاة صلى الله عليه وسلم وبعده الله سألني جعل هذا اللقاء خالص للوجه الكريم ينفع به المتقلمين والمشاهدين والمشاهدات سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علمه أعمال اليوم الحادي عشر من أيام الحج وهو أول أيام التشريق أن الحجاج يمكثون في ميناء ويرمون الجمرات الثلاثة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى بعد يبدأ الوقت بعد زوال الشمس ويجوز الرمي أيضا في الليل يذكرون الله ويكبرون الله ويبيتون هذه الليلة في ميناء ولو ما كثى الحجاج في النهار خارج ميناء فلا بأس في ذلك الواجب عليهم المبيت في الليل معظم الليل أن يكونوا في ميناء فإذن أعمالهم تبدأ من بعد الزوال سواء رموا بعد الزوال أو العصر أو المغرب أو العشاء المهم يرمون قبل الفجر في أي ساعة شاء على الصحيح من أقوال أهل العلم فيرمون ويلزمهم ويجب عليهم المبيت معظم الليل ويذكرون الله سبحانه وتعالى ويؤدون الصلوات قصرا في أيام التشريق